اشتركوا في القناة وخلقها في يومين وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين ما جعل سبحانه الله العظيم امر الارض ولا امر السماء لعبد من عباده ولذلك صدرنا الخطبة بقول الله عز وجل في حديثه القدسي انا ملك الملوك ومالك الملك لان لا يطلق على ملك الملوك الا رب العبادة عز وجل سبحانه الله والرجل الذي اطلق على نفسه ملك الملوك كانت طائرة تحلق في السماء لا يجد بلدا واحدا تضيفه بلد واحد لماذا لان كان يطلق على نفسه شاه شاه يعني ملك الملوك كانت طائرته يعني مصنوعة من الداخل من ذهب خالص حتى ان الصنابير التي في دورة مياه الطائرة كانت من الذهب كرات 24 كرات سبحان الله فلما ثار عليه شعبه طارت طائرته فوق البلاد يريد ان يتصل باي زعيم ان يستقبله على ارضه فابا الجميع لانه ادعى لنفسه ما هو لله سبحانه وتعالى ان اسوأ الاسماء عند الله شاه شاه لكن الله هو ملك الملوك ومالك الملوك قلوب الملوك كلهم بيديك لان الملك او الزعيم هو انسان قلبه مصيره بيد خالقه يمرض مثل ما انت تمرض يحزن مثل ما انك تحزن يتألم مثل ما انت تتألم يغضب ويرضى تمر عليه ايام في حالة من القلق وحالة من التوتر وحالة من المسئولية انا ملك الملوك ومالك الملوك قلوب الملوك كلهم بيديك فرب العباد يشير الينا ان اطاعني عبادي حولت اليهم قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة فيه رأفة ورحمة من هؤلاء الناس اذا اطاع العباد رب العباد سبحانه وتعالى ولذلك انت لاحظ الايام التي تستقيم فيها انت على طريق الله تصلي الصلوات في وقتها لا تغتاب الناس كثيرا تمسك لسانك عن عورات عينك عن عيوب الناس وعن عورات الناس تمسك اذنك عن سماع الخنى تجد بفضل الله دون مقدمات زوجة طيعة اولاد بررة سكينة في النفس هدوء في الاعصاب بركة في الوقت بركة في الرزق سبحان الله واذا تعديت الحدود بالذنوب ضاق صدرك ويعني سنبت البركة من وقتك واصبحت سبحان الله لا تملك امر نفسك معك المال ولست سعيدا به عندك الصحة ولست راضيا عنها سبحان الله وضعك الاجتماعي بفضل الله من كرم الله عليه انك بخير ولكن رغم ذلك انت تشعر بضيق صدر لماذا؟ لان الانسان الا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم طمئن قلوبنا بذكرك يا رب العالمين واذا عصاني عبادي سبحان الله اذا العباد عصوا رب العباد عز وجل حولت عليهم قلوب ملوكهم بالقسوة والنخمة لماذا؟ لانهم عباد ايضا لله عز وجل فلا تشغلوا انفسكم بالدعاء على الملوك واشغلوا انفسكم بدعاء ملك الملوك يكفكم ملوككم ان رأيت زوجتك تتمرد عليك اتصل بالله ان ورجت عقوقا من ولدك او تمردا من ابنتك عد الى رب العباد عز وجل ان وجدت مديرك في المصدحة او في المؤسسة او الموظفين الذين يعملون تحت يديك يناكدونك ويكابدونك ويخملك فوق الطاقة صد نفسك بالله سبحانه وتعالى فاذا وصلت نفسك بالرحمن الرحيم واوجد الرحمة في قلوب هؤلاء لك تجد انهم سبحان الله يعني اصبحوا طيعين لك لماذا لانك طوعت نفسك لمالك الملوك ومالك الملوك اللهم طوع قلوبنا لك يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولم احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد احبتي في الله مد القوم ايديهم لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان ان هاجر اليهم بيثرب حتى تصل المدينة المنورة ان يمنعوه مما يمنع منهم اولادهم واخوانهم واباءهم وامهاتهم وزوجاتهم ويدافع عنهم اوقفهم ابو الهيثم ابنتيها اذا الغلام هذا له حوة في قومه ان يخف الكبار ويتعقب قال على رسلكم يا رسول الله اسألك سؤالا انظر الى العبقرية المبكرة انظر الى الانسان عندما يسلق طريق الصالحين فتتضح له الامور وينظر بششة قلبه يا رسول الله ان هاجرت الينا ونصرناك وآويناك وايدناك وظهر هذا الامر يعني الاسلام انتشر في جزيرة العرب هل تعود الى مكة مرة اخرى ام تبقى معنا قال بل ما اسمك قال ابو الهيثم ابن التيهان قال يا ابو الهيثم اكون معكم ان شاء الله قال اذا لا نقيل ولا نستقيل مددك يا رسول الله فكان اول المبايعين رضي الله عنه انظر الى نحن نقتل في ابنائنا الابداع نقتله قتلا الولد لم يولد كما قلت لك يكره القراءة امه التي تكره القراءة ابوه الذي يكره القراءة كلاهما يكرهان بعضهم بعضا فالولد يكره البشرية يكره الناس يكره العم ويكره الخال والعم والخالة والجدة والجدة والجد وماذا لانه يأخذ من كراهية وغباء امه وصلافة وجفاء ابيه لا يا اخوة نحن نريد ان نقدم جينا صالحا حتى يقبلنا رب العباد عز وجل يعني ان الامور اذا يسرتها تيسر وان صعبتها تصعب اما احوالنا التي لا تخفى على احد فهذا مدار حديثنا ان شاء الله بعد الصلاة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شخيا ولا محروما فك اللهم الكرب عن المكروبين سددين عن المدينين اغضى حوائجنا وحوائج المحتاجين ارحم امواتنا واموات المسلمين ارزق بناتنا الازواج الصالحين وابناءنا الزوجات الصالحات وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين اللهم كن مع ابنائنا المتهضين في كل مكان اللهم قوهم يا ارحم الراحمين اللهم ارحمهم يا اكرم الاكرمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين اجعل هذا البلد آمن مطمئن سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين وصلى الله عليه السيدنا محمد والي وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصب صدق الله ومن اصدقوا من الله قيله نقول حديثنا بعد الصلاة ان شاء الله واقم الصلاة قوموا لاصلاتكم ارحمكم الله احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد مرحبا احبتي في الله مرة اخرى بعد انقطاع الكهرباء او انقطاع التيار بيني وبينكم لكن لم تنقطع المواد ولم تنقطع الدعوات واكيد انتم عكفتم على الخطب السابقة لسنوات سابقة وحاولتم تطبيقها وتنفيذه يعني كلام يعني كنت قال الحسن البصري بعد ان كرر خطبة جمعا ثلاثة حسن البصري دا عبارة عن منبع علم استخدر خطبة جمعة جير الجمعة اللي بعدها نفس الخطبة الجمعة اللي بعدها نفس الخطبة تلاث خطبة فالناس دا حضرتكم كده يعني واحد كده جريء زي حضرتك كده جل يا استاذ يا مولانا يا فضيلة الشيخ يا امام يعني حفظناها خراص حفظناها قال ان عملتم بها قلنا لكم غيرها ايه رأيكم نكرر الخطبة دي لسبوع الجاني شانا نكون من اهل الدنيا في الاخوة بارك الله فيهم في مسجد في لندن من ازدحام صلي ثلاث جمعة كان جمعتين وابقى ادفع ثلاثة فبعد ما انهيت الخطبة ما عنديش فكرة المهم غيرها لو سمحت انتظر الدول المجموعة دا تمشي ونصف ساعة بس وهنعمل ايه خطبة ثانية فكل الناس خرجت ما عادة طبعا الايه المؤذن والادارة بتاعت المسج فلما رجيت ان دول سمعوا الخطبة قبل كده ثلاثة اربعة وقلت خطبة من موضوع تاني قالوا فيه كمان خطبة ثالثة سبحان الله عجبتكم الحكاية والعلمون خطرنا خطبة ثالثة المهم يعني قالوا والله جالنا شيخ ربنا يحفظه ففوجئ بالمسألة دي وفيه شيوخ ربنا يبارك فيهم يجيدوا تحضير الخطب وانا لا اجيد تحضير الخطب يعني اكثر من اربعين سنة لا اعرف كيف تحضر الخطبة انا كده اطلع المنبر والمؤذن يأذن بص على وجود طيبة وربنا يعني يرسل من فضله بوجوه من طيبة قال المهم الاخ الكريم الشيخ طلع المنبر قالوا فاجأوا بعد الخطبة يشغل في جمعة ثانية فطبعا خطب نفس الخطبة انا رأيت اعجاب الوجوه في الخطبتي في الجمعات الاولى فاردت ان اثير اعجابكم مرة اخرى لانكم لم تعجبوا بعد